ومن الأخبار اللي حصلت إمبارح للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله النهاردة وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمع عن منزلة الشهداء عند ربهم وده بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الشهيد وفي إطار التطوير المستمر وتحسين جودة الخدمات المقدمة النهاردة شركة مياه الإسكندرية ستقطع المياه عن مناطق الدخيلة والأباري والورديان والعجمي والغاية الكيلو 21 وده بسبب أعمال نقل خط رئيسي بمنطقة غرب الإسكندرية وقطع المياه سيبتدي الساعة 11 بالليل ويتم مرة تانية دخل المياه بعد انتهاء الأعمال أيضاً النهاردة هيئة السكك الحديدية هتبدأ وقف وصول قطارات خط المناشي إلى محطة مصر برامسيس واعتبار محطة بشتيل محطة انتهائية وده بسبب أعمال تجديد وتطوير السكة والإنشاءات المصاحبة لمحطة بشتيل الجديدة والنهاردة اللقاء الحاسم للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللي حيواجه فيه الوداد المغربي الساعة 6 بالليل في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطول الدوري أبطال أفريقيا